السلام وأهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية الفيديو هذا بطريق الهجرة إلى كندا رح يكون من أكثر الفيديوهات الصادمة ورح أحكي فيه بصراحة ومصداقية وإن شاء الله تستفيدوا خليكم معين طبعا بدي أحكي عن شغلة اسمها مستشارين الهجرة المزورين أو بسموهم Ghost Immigration Consultant للأسف طبعا في ناس كتير وعم بقرأ الآن على الموضوع ناس كتير بوقعوا بهذه المصيدة مصيدة المستشارين المزيفين طبعا المشكلة تنحصر في محورين المحور الأول اللي هم مستشارين هجرة غير مرخصين من دائرة الهجرة الكندية وحكينا في أحد الفيديوهات السابقة كيف تستطيع أنك تعرف أنه هذا المستشار هو مرخص ولا لا لازم تدخل على IRCC اللي هم منظمين لموضوع الهجرة وتسأل المستشار تبعك رقمه رقمه تسجيل تبعه وممكن تسأل عنه إذا في عليك كمبليينز أو شيء هدول المشمرخصين مشكلتهم كبيرة وعويصة لأنه هم بسرع الناس وما بتقدر أنت تقاضيهم لأنه أنت دخلت في موضوع غلط من البداية وللأسف ما بتقدر تشكي عليهم لأحد يعني ممكن تشكي عليهم بالشرطة بالحكومة وهذا تدور وإذا خاصة أنت موقع ومعظمنا بوقع على عقد وما بيقرأ شو فيه بالعقد خلص بوقع وانتهى الموضوع وبالعقد بيكون فيه بلاوي فإقرأوا العقد هاي إقرأوا العقد إقرأوا العقد ثم إقرأوا العقد يعني العقد مهم جدا جدا لأنك هذا اللي بينك وبينه الآن المشكلة هاي بهدول المستشارين هم بقول لك أنا آه أنا بتعامل مع مكتب في كندا وإلي علاقات معاه وأنا بجيب لك الهجرة وبجيب لك اللجوء هدول بدكم تكونوا حذرين منهم كيف تعرفهم إشي مش سهل ولا إشي صعب فيه ناس كتير بتقول لي ممكن عن طريق الأتعاب تبعتهم أرخص من غيرهم لا بأخذوا حتى أغلى بقولوا لأنه أنا بجيب لك إياها مية مضمونة وإحنا عنا طرقنا شوفوا طريق الهجرة فيه مستشارين هجرة شاطرين وفعلا بعرفوا القانون وبعرفوا يجيب لك المطلوب بطريقة قانونية أو بطريقة يعني قانونية بس بتحايل على القانون هذول يعني أنا ما بعرف بس برفع لهم القبة لأنه بعرف شو القانون وبعرف كيف يتحايل عليه بس اللي بضحك عليك وبقول لك أنا بجيب لك إياه بطريقة غير قانونية هذا يعني كذاب النوع الثاني من المستشارين المسجلين في كندا وهون الطامة الكبرى يعني قبل سبوع قرأت عن واحدة صينية ضحكة على ميت واحد ميت عيلة وعاملالهم وراء هون وإنهم عايشين هون وهذول أخذوا الجنسيات طبعا سحبوا منهم الجنسيات والموضوع صار في محكمة وهي عليها قضايا وأعتقد إنها سجن ثلاثة سنين بالملايين اللي عليها تدفعهم غرامة وقصة طويلة طبعا كل يومين ثلاثة بطلع لنا قصة زي هيك هذول مستشارين هجرة يا جماعة مسجلين يعني يعني مش 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 مستشارين هجرة مش موجودين فلما يحكي واحد معك أو يكون هو مستشار هجرة وتتأقد إنه مسجل برضو ما تخلي يضحك عليك اعرف انت شو بتقدر تسوي هلأ في مستشارين هجرة فعلا شاطرين بيجي بقول لك انت قدمت انت جبت خمسة للأسف ما قدرت تجبت ست ونس ما بتقدر تقدم على هذا البرنامج بتقدر على تقدم على هذا البرنامج بس إذا قال لك انت بتقدر تقدم على الفيدرال سكيلد ووركر أو اكسبرس انتري وانت عارف انه هو بده ست ونص وانت مكيف انه هو حيجب لك اياه بدون ست ونص ضحك عليك مختصر ضحك عليك فالطريق واضح وموضوع الهجرة لكندا واضح لأن فيه أنا مرجع بحكي انه فيه طرق قانونية بتلف حولين القانون وفيه حالات او طرق انك تهاجر بتكاليف اقل وبطلبات اقل وبشروط اقل موجودة لانه بحتاجوا انك تكون في هاي المنطقة فاذا انت مستعد ودرست الموضوع صح يعني فيه لصديق ايجا على منطقة في الشمال وطبعا معاك انه كان اربعة في الايلتز فهذا كان البرنامج طالبين ماكسموم اربعة في الايلتز ايجا اه اتصل فيه بعد حوالي ست سبعة شهر قال لي بناتي صار عندهم اكتئاب بقول له خير بقول لي احنا هون ما بنشوف الشمس بالشتاء يعني المنطقة اللي عايشين فيها اه الشمس بتطلع نص ساعة بالنهار فالبنات ترى في الشمس مهمة جدا للحال النفسية بناتهم الثلاثة صار عندهم اكتئاب كامل ما ادروا يعيش تمنى اشهر تمنى اشهر طبعا لما راح هناك وحاول انه ينقل قالوا انه لا انت مشترط عليك هلا بطريقة وباخرى استطاع انه ينقل الولاده اللي عنا هون وهو ضل وغاد كمل السنتين المطلوبة منه بطريقة وباخرى ادر اه يعني ينقذ بناته لانه بناته كانوا تقريبا اه التلاتة راح يروحوا السدى اذا ضلوا وغاد فاللا ما بحكي ان المنطقة ديك سيئة اه عمل مصاري كويسة بس اجين الحياة كانت صعبة فالموضوع موضوع انك انت لازم تدرس شو افضل طريقة للهجرة يا جماعة يعني بوصلني انا مسجات انا عارف ناس زي ما بحكوا الغريق بتعلق في قشة لكن اذا كانت هاي القشة راح تغرأك مرة تانية وتكلفك فلوس وتكلفك وقت وتكلفك ليش تتعلق فيها اصلا اه بيستشيرك بشغلات يعني انا مش مستشار هجرة مرة ثانية وانا مش حابب انصح واحد نصيحة خطأ ولا وصله لا انسان خطأ ولا او او اضيع مستقبله ابحث ثم ابحث ثم ابحث بحكيها مرة ثانية واذا في خطأ بيسير فبكون منك لانك ما بحثت انت اعتمدت على اي واحد بحكي لك اي اشي بتدخل على الجروبات تبعت الانترنت بتشوف الاسئلة واجوبة غريبة يعني انا بتطلع بقول كيف هذا مجاوب هذا يعني انا مش مستشار هجرة وهذا الجواب غلط اوكي فبداك تدخل في دي بيتس مع هدول العالم في ناس فاضية ممكن يكتبوا يعدوا وشاتينج في ناس انا مش فاضي مثلا في غيري مش فاضي ما 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 بتطلع بقول لك خلص هو مشكلته هو يروح يدور فعشان ما تضيع على حالك الوقت ولا الجهد ولا المال ولا تضيع حياة ولادك ابحث بالطريقة الصحيحة على موقع الهجرة حكينا من الحلقة الاولى الى الحلقة عشرين شرحنا موقع الهجرة فصلناه وحكينا كيف ممكن تفتحه باللغة العربية اذا بدك اذا انت بتعرفش انجليزي كويس وتدخل عليه اه واقرأ اقرأ ايا جماعة اقرأوا بس اقرأوا الموقع ما بتدامين كويشي الان بعد ما تقرأ الموقع بصير عندك كويس بتصير انت تعرف شو الطريقة الصح وازا واحد يضحك عليك ما بتخلي يضحك عليك ما بتخلي يضحك يا عمي والله والله الهدف من كل هاي الفيديوهات انه ما تخلوا حدا يضحك عليكم يعني احكيها بحرقة بحرقة يعني ما احذروا 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 النصابين والله اعطيكم العافية وسلام اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة لامل شرما شكرا